هناك مرونة في المفاوضات حتى وقتنا الران للمبلغ الكبير الذي سيحصل عليه لفربول وكذلك الكابتن محمد صلاح عنده حضورة لنادي الاتحاد هاني اللهي أنا ما عندي معلومة ولكن أستغرب وين بروح حمد الله أستند على المعلومة اللي قلناها في البقاء لا أنا ما أستند عليها أقول وين بروح حمد الله طيب يعني إذا أنت عندك بنزيم أو عندك حمد الله والحين جاء ستفاوض بعد مهاجم ثالث يعني حمد الله أول رد فعل من محمد صلاح على أنباء توقيعه لفريق اتحاد جدة السعودي محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي ماذا حدث في مقابلة لندن السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب عالمية جوال 14 برو ماكس وساحب عالمية ألف جنيه مصري كل الشروط تتفارق على 30 فيديو سابقين على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة تقارير صلاح يمنح اتحاد جدة الضوء الأخضر للتفاوض رسميا مع ليفربول كشف ديف أوكوب الصحفي المتخصص في أخبار ليفربول الإنجليزي أن محمد صلاح قائد المنتخب المصري ونجم الريدز أعطانا لاتحاد جدة السعودي الضوء الأخضر لإجراء مناقشات مع إدارة ليفربول لانتقاله لصفوف العميد السعودي وأوضح أوكوب عبر حسابه الشخصي على موقع تدوينات القصيرة تويتر أن صلاح منفتحا للرحيل عن ليفربول وعلى استعدادا للاستماع لعروض اتحاد جدة والانتقال على عكس موقفه الذي كان عليه بداية الصيف برفضه الرحيل في هذا الموسم على الأقل اتحاد جدة يسعى للحصول على خدمات صلاح وأضاف الصحفي الانجليزي أن اتحاد جدة يسعى للحصول على خدمات محمد صلاح والتوقيع مع اللاعب والذي سيجعله الأعلى أجرا في مسابقة الدوري الانجليزي ما دفعه لمنح إدارة الاتحاد الضوء الأخضر وتم أوكوب تصريحاته مؤكدا أن محمد صلاح رغم انفتاحه بالانتقال لصفوف اتحاد جدة سيحترم رغبات ليفربول بشأن رفض رحيله ولن يضغط من أجل الرحيل عن الريدز خاصة مع تمتعه بجماهيرية في النادي محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي ماذا حدث في مقابلة لندن فجر الأعلام السعودي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن صفقة انتقال صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي إلى فريق اتحاد جدة خلال المركات الصيفي الجاري ويحاول اتحاد جدة منذ عدة أسابيع للتعاقد مع محمد صلاح وتسجيله بدلا من البرتغالي شاب جوافلي بيغوتا الذي يخطط النادي لنقله لأي فريق سعودي آخر على سبيل الإعارة صلاح يوافق على عرض الاتحاد وقد وافق الدولي المصري محمد صلاح مؤخرا على الانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية ووفقا لقناة الكأس القطرية فإن محمد صلاح لا يمانع الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة الاتحاد حيث منح ليفربول الضوء الأخضر لللاعب للتفاوض مع العرض الاتحادي لماذا يرحل صلاح على ليفربول تغير موقف صلاح بشأن الرحيل على ليفربول بعد التوتر الذي حدث في علاقته مع الألماني يورجيني كلوب موداري بودريدز الذي قام باستبداله في مبادرة الفريق الأول بالدوري الإنجليزي أمام تشيلسي أثار هذا الأمر غضب النجم المصري خاصة وأنه لم يسجل هدفا في المباراة الافتتاحية بالدوري للمرة الأولى منذ ست مواسم متتالية ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية فإن أنمار الحائلي رئيس ند اتحاد جدة السعودي يتواجد حاليا في العاصمة البريطانية لندن للتوقيع مع محمد صلاح جناح فريق ليفربول لضمه إلى صفوف الفريق يذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي بعد موسمين في الثلاثين من يونيو الفين وخمس وعشرين شاهد صورة لرئيس اتحاد جدة تكشف فشل صفقة محمد صلاح أثار أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي الجدل حول فشل صفقة التعاقل مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وارتبط محمد صلاح بالانتقال لصفوف نادي الاتحاد السعودي في المركات الصيفي الحالي وذلك لرغبة العالمي في تدعيم صفوفه بالموسم الحالي وكشفت تقارير صحفية عن سفر أنمار الحائلي إلى العاصمة الإنجليزية لندن لمحاولة حسم صفقة محمد صلاح والتعاقدي معه لتدعيم صفوف الاتحاد السعودي وعرض النادي السعودي مبلغا ضخما على محمد صلاح للحصول على خدماته في المركات الصيفي الحالي ولكن لم يصدر أي تصريح الرسمي بخصوص حسم الصفقة وربطت بين عودة الحائلي إلى السعودية وفشل إتمام صفقة التعاقدي مع محمد صلاح الألماني يورجين كلوب مدرب ليفربول أعلن أيضا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة عدم صحة ما تردد بشأن رحيل نجم منتخب مصر ويستعد ليفربول لملاقات نظيره نيو كاسل يونايتد يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من بطولية الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي الفين وثلاث وعشرين الفين واربع وعشرين وقال الصحفي الإيطالي جيان لويجي لونغاري أن الاتحاد السعودي يطمح في التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في الأيام القليلة المقبلة حيث قدم عرضا ضخما من أجل إتمام الصفقة وأفادت جون لويجي لونغاري بأن ليفربول لم يبدي حتى اللحظة موافقة واضحة من أجل التخلي عن صلاح البالغ من العمر واحد وثلاثين عاما حيث يعتبر الفرعون المصري واحدا من أبرز مهاجميه في الأعوام الأخيرة والأثار أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودية الجدل حول فشل صفقة التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وارتبط محمد صلاح بالانتقال لصفوفنات الاتحاد السعودي في المركات الصيفي الحالي وذلك لرغبة العالمي في تدعيم صفوفه بالموسم الحالي وكشفت تقارير صحفية عن سفر أنمار الحائلي إلى العاصمة الإنجليزية لندن لمحاولة حسم صفقة محمد صلاح والتعاقد معه لتدعيم صفوف الاتحاد السعودي وعرض النادي السعودي مبلغا ضخما على محمد صلاح للحصول على خدماته في المركات الصيفي الحالي ولكن لم يصدر أي تصريح الرسمي بخصوص حسم الصفقة والآن أعزاء المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات ما هو سبب رفض محمد صلاح الانتقال إلى اتحاد جتا؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي ترجمة نانسي قنقر